اتجوزت سنة 2000 وانت تجوزت سنة كم؟ ستة أنا والزوجتي وابني ساكنين في الشأة في القاهرة زوجتي is my wife. I can also say مراتي. أنا مراتي أو أنا وزوجتي وابني ساكنين في الشأة في القاهرة انت وزوجتك تساكنين فين؟ انت وزوجتك. You and your wife. If you are a student, if you are a girl, I will ask you وانت وزوجك. زوجة زوجك زوجتك سبعة أنا بشتغل دليل سياحة أنا بشتغل دليل سياحة I walk عذا tour guide وحضرتك بتشتغل إيه Okay Take your time and read about the verbs. The explanation is great. المدارة 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 in Arabic is both the present and the future. Now what we usually do when we want to speak about the future, we will add something before the verb so everyone will understand that we are speaking about the future. In Egypt we add ها So instead of saying أشوفك أشوفك I see you I will say ها أشوفك هاشوفك Instead of saying انت تسافر على لندن You go to London I will say انت حتسافر So the ها tells us that it's the future because تسافر means you go but حتسافر means you are going to go Okay المدارة أسافر أنا أسافر على مصر أنت تسافر على سوريا أنت تسافر على الأدس هو يسافر على السعودية هي تسافر على الأرق إحنا نسافر على تونس أنت تسافر على دبي أنت تسافر على دبي وهم يسافر على أبوظبي أنت تسافر على أبوظبي أو ده النغاتيب النفي النفي أنا ما أشربش ما أنت شين أنا ما أشربش أنت ما تشربش أنت ما تشربش أنا ما أشربش أنا ما أشربش أمت لا أشربش أنا ما أشربش أنت ما تشربش أمت ما تشربش شكرا